خابة لأولوكو دوت في تفاصيل كثيرة 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 تسمعوها لأول مرة فيما يخص منتخبنا الأولمبي والأولمبيات والقائمة المختارة واللعبين الكبار والمعسكر القادم للمنتخب الأولمبي كلام ربما تسمعوه مش ربما أكيد هتسمعوه لأول مرة الحكاية إيه؟ الحكاية المنتخب الأولمبي عنده معسكر قبل الأولمبيات من 29 مايو إلى 11 يونيو القادم وكان فيه اقتراح أنه المنتخب المصري الأولمبي يسافر إلى الأرجنتين ويواجه المنتخب الأرجنتين مباراتين ودياتين استعدادا للأولمبيات ميكالي قال الأرجنتين مشوار لو قدرنا ندبر مواجهتين في أوروبا أو في منطقة الشرق الأوسط ويا سلام لو في مصر هتبقى الأمور أفضل بكتير لكن لو سافلنا الأرجنتين احنا ممكن نضيع يوم ونص يومين خلال هذه الفترة نستفيد منهم في المعسكر والتدريبات اتحرك اتحاد الكورة وحاول مع منتخبات أمريكا واليابان أنه يلعب معاهم مباراتين ودياتين خلال هذه الفترة يكونوا المباراتين في أوروبا أو في مصر يبدو أن الأمور بالنسبة للحكاية دي مش نجحة أوش ليه؟ أن أمريكا مصممة أيضا أنها هتلعب في الولايات المتحدة هتلعب مع اليابان في الولايات المتحدة عادي جدا منتخب مصر شايف بما أنه هسافل لأمريكا خلاص يبقى أرجع تاني للخيار الأول اللي هو هسافل للأرجنتين ولا عن مباراتين هناك لسه الأمور بالنسبة للمباراتين اللي العام من منتخب مصر ما تحسامش مية في المية بس إحنا وقفين لحد هذه اللحظة عند مواجهتين الأرجنتين عشان مواجهتين أمريكا واليابان تعصروا تعصروا بس ممكن يبقى فيه تغيير الأيام اللي جاي دي الحكاية الأولى الحكاية التانية بقى هي الأهم هي الأهم ليه؟ حضرتك عايز تعرف مين التلاتة اللي فوق السن اللي هيشاركوا مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات القادمة أولمبيات باريس أول اسم وأقول لك كل الأسماء كل الأسماء اللي حطتها ميكالي وبدأ يخاطب أنديتها سواء في مصر أو برده سواني يا شباب على الأسماء دي بس تعاجين أوش سواني سواني هقول لكم حاجات على الأسماء دي بس الأول عايزة أتكلم عن محمد صلاح محمد صلاح مش عايزين تشلوها؟ طب شلوها طبع عشان عبالما أخلص الكلام محمد صلاح ميكالي حطوا الخيار الأول ليه في الأسماء الكبار من التلاتة اللي هينضموا للمنتخب في الأولمبيات القادمة بس هو بيواجهوا مشكلة في محمد صلاح ايه هي؟ إن ميكالي مش عارف يتواصل أو الجاز الفني لمنتخب الأولمبي مش عارف يتواصل مع محمد صلاح تحادي الكرة حتى يزي اللحظة مش عارف يتواصل مع محمد صلاح ليفربول وطلب محمد صلاح الولمبياد ولسه ما خدش رد. اتحال الكرة خاطب كل الاندية اللي فيها لعبين مرشحين مرشحين للانضمام للمنتخب الولمبياد القادمة. ميكالي حاط شورت ليست قائمة مختصرة للعبين الكبار اللي هو عايزه. هو حتى هذه اللحظة هو جهازه المعاون ما حسموش اسم اي لعب باستثناء محمد صلاح لو الامور مشت. خلاص جاء محمد صلاح هيتحط هيتحط. طيب ليه ما حسمش اسماء للمنتخب الولمبي من الكبار. هو شايف انه والله انا عندي قوام للمنتخب الولمبي. ممكن يجي قبل الاعلان القائمة للولمبياد حارس يصاب. فمن التلاتة اللي انا اختاره من فوق السن هبقى محتاج حارس. في واحد مدافع يصاب فهبقى محتاج واحد من فوق السن من اللاعبين الكبار في المركز المدافع. امو هاجه نفس القصة بقى وانت ماشي. فهو مش قادر يحسم الاسماء. ولكنه حط قائمة مختصرة وبدأ يخاطب كل اندياتها سواء من اللاعبين المحليين او اللاعبين المحترفين. انا بقى النهاردة جايب لك هذه القائمة المختصرة اللي هيختار منها ميكالي تلات لعبين فوق السن للانضمام للمنتخب الولمبي في الولمبياد القادمة واول مرة هتعرف الاسماء دي. يلا بنا. محمد الشناوي محمد عبد المنعم محمد هاني مروان عطية امام عشور محمد مجدي افشا اكرم توفيق احمد مصطفى زيزو احمد فتوح نبيل عماد دونجا محمد ابو جبل قبل ما يصاب ومحمود حمد الوينش قبل ما يصاب. يعني الاسمين دول كانوا موجودين فعلا ولكن هيتم استبعادهم بسبب الاصابة. احمد حجازي حمد فتحي محمود حسن تريسجيه عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح. دي الاسماء اللي حطيتها ميكالي وبدأوا يخطبوا. اتحاد الكرة بدأوا يخطب اندياتهم سواء في مصر او خارج مصر لانضمام منتخب الولمبي في الولمبياد هيختار منهم تلات. تلات لعبين.